السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي اهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نحل تدريبات الدرس الاول نمو السكان وتوزيعهم في بلدنا من الوحدة الاولى سكان بلدنا وحياتهم الاجتماعية والدينية من منهج الدراسات الاجتماعية الجديد للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب سين واحد اكمل العبارات الاتية بما يناسبها من كلمات واحد تعد مصر من اوائل الدول التي اجرت نغط سكانيا التي اجرت تعدادا سكانيا في رقم اثنين يوجد نوعان من الهجرة هما نغط ونغط الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية رقم ثلاثة من المحافظات الجاذبة للسكان في مصر محافظة نغط ونغط محافظة القاهرة والاسكندرية في رقم اربعة تتمثل الزيادة الطبعية للسكان في الفرق بين عدد الموليد والوفيات رقم خمسة انتقال الافراد من مكان لاخر يسبب زيادة نغط السكانية يسبب زيادة الكسافة السكانية في رقم ستة تزداد الكسافة السكانية في مصر في نغط ونغط في الوادي والدلتا رقم سبعة اقصر المدن المصرية ازدحاما بالسكان مدينة القاهرة رقم تمانية تواجه الدولة مشكلة الكسافة المرتفعة بالوادي والدلتا عن طريق انشاء نغط ونغط عن طريق انشاء مدن جديدة وتوفير خدمات رقم اثنين اكتب كلمة صواب امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارة غير الصحيحة واحد تعد مصر من احدث الدول في اجراء التعدادات السكانية العبارة خطأ رقم اثنين تأتي مصر في المرتبة الخمستاشر عالميا من حيث عدد السكان العبارة خطأ رقم ثلاثة تم عمل تعداد السكان في مصر عام الفين وسبعتاش ميلادي العبارة صواب رقم اربعة تعد محافظة الاسكندرية من المحافظات الطاردة للسكان العبارة خطأ رقم خمسة تزداد الكسافة السكانية في مصر في محافظات الحدود الصحراوية العبارة خطأ رقم ستة تعمل الدولة المصرية على جذب السكان للسكان في المدن الجديدة العبارة صواب في رقم ثلاثة بيقول لك صوب ما تحته خط واحد نستطيع الحصول على الاحصاءات السكانية في مصر من البنك المركزي حيطلق خط تحت البنك المركزي نكتب مكانها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء رقم اثنين تأتي مصر في المرتبة الثانية افريقيا من حيث عاد السكان حيطلق خط تحت الثانية نكتب مكانها المرتبة الثالثة رقم ثلاثة من المحافظات التي يقل فيها السكان في مصر محافظات الوجه القبلي فنكتب مكانها الحدود الصحراوية رقم أربعة اكثر مدن مصر ازدحاما بالسكان هي مدينة الوادي الجديد حيطلق خط تحت الوادي الجديد نكتب مكانها القاهرة رقم خمسة انتقال السكان من المحافظة المينيا الى محافظة القاهرة تعد هجرة خارجية حيطلق خط تحت خارجية نكتب مكانها تعد هجرة داخلية رقم 4 أكتب ما تشير إلي العبارات الآتية 1- الفرق بين الموليد والوفيات في فترة معينة دا تعريفه دا تعريف الزيادة الطبيعية طب رقم 2- انتقال السكان بين المحافظات دا تعريف الهجرة الداخلية رقم 3- انتقال السكان بين مصر ودول العالم دا تعريف الهجرة الخارجية رقم 4- النسبة بين عدد السكان ومساحة الأرض التي يعيشون عليها دا تعريف الكسافة السكانية في رقم 5- أمام خريطة صماء لمصر اكتب مدلول الأرقام عليها رقم 1- أعلى مدن مصر كسافة سكانية فين رقم 1 رقم 1- دامين القاهرة رقم 2- محافظة يندر فيها السكان رقم 2- محافظة الوادي الجديد رقم 3- محافظة الوادي الجديد رقم 3- من المحافظات الجاذبة للسكان رقم 3- محافظة الاسكندرية نكتب الاسكندرية رقم 4- البحر رقم 4- البحر الأحمر رقم 6- حلل الرسم البياني التالي ثم أجب هنا جبنا رسم البياني هنا عندينا عام 2001 هنا العدد عدد السكان هنا خمسمائة ألف هنا مليون مليون وخمسمائة ألف اتنين مليون اتنين مليون وخمسمائة ألف تلاتة مليون وهنا عندنا السنوات 2001- 2006- 2011- 2016- 2021 اللون ده يمثل عدد الموليد وده يمثل عدد الوفيات واللون يمثل الزيادة الطبيعية للسكان أول سؤال معنا بيقول لك في أي عام تم تسجيل أكبر عدد للموليد وفي أي عام تم تسجيل أقل عدد للموليد من الرسم البياني هنا خط الموليد الخط ده خط الموليد عايز مننا في أي عام تم تسجيل أكبر عدد من الموليد فمن الرسم عندنا عام 2006 يبقى أكبر عدد من الموليد عام 2006 طيب هنا عايقول لك أقل عام في أي عام تم تسجيل أقل عدد من الموليد عندنا عام 2001 فنكتب هنا ألفين وواحد طب رقم اثنين في اي عام تم تسجيل اكبر عدد للوفيات اكبر عدد للوفيات هنا العادة للوفيات ومسؤول الخط ده فعندنا اكبر عدد للوفيات عام 2021 فنكتب 2021 طب وفي اي عام تم تسجيل اقل عدد للوفيات برضو عندنا عام 2001 فنكتب عام 2001 رقم ثلاثة اي عام شهد اعلى زياد طبيعية لعدد السكان آت الخط يمثل الزيادة الطبيعية للسكان فعندك 2016 فعندنا اعلى زيادة طبيعية للسكان في عام 2016 واي عام شهد ادنى زيادة طبيعية للسكان عام 2001 رقم سبع بما تفسر واحد ارتفاع النمو السكاني في مصر فتقولي بسبب الزيادة الطبيعية اللي هو الفرق بين الموليد والوفيات والهجرة اللي هو انتقال الافراد من مكان لاخر رقم اثنين بما تفسر انخفاض عدد الموليد في مصر في السنوات الاخيرة بسبب زيادة الوعي لدى الشباب بتنظيم الاسرة والحد من ظاهرة الزواج المبكر رقم ثلاثة انخفاض عدد الوفيات في مصر في السنوات الاخيرة بسبب التقدم الطبي والرعاية الصحية رقم اربعة هجرة السكان في مصر من مكان لاخر للبحث عن فرصة عمل افضل وتحسين مستوى المعيشة ومن اجل التعليم رقم خمسة بما تفسر ظهور العشوائيات في مصر بسبب زيادة الكسافة السكانية في المناطق المستقبلة للسكان رقم ستة ارتفاع الكسافة السكانية في محافظات الوادي والدلتة بسبب توافر المياه العزبة وخصوبة الطربة واستواء السطح وتوافر الخدمات وسهولة المواصلات في رقم سبعة بما تفسر انخفاض الكسافة السكانية في المحافظات الصحراوية بسبب ندرة المياه العزبة عدم استواء السطح ندرة الخدمات في رقم تمانية بما تفسر تسعة دولة المصرية لاعادة توزيع السكان بين المحافظات لحل مشكلة الكسافة السكانية في الوادي والدلتة رقم تمانية ما النتائج المترتبة على واحد تقدم الرعاية الطبية في مصر فتقول ايه ادى ذلك الى انخفاض عدد الوفيات في مصر رقم اثنين الهجرة الداخلية بين المحافظات المصرية زيادة الكسافة السكانية في المناطق المستقبلة للسكان وبالتالي زيادة الضغط على الخدمات العامة وظهور العشوائيات رقم اربعة من النتائج المترتبة على قيام الدولة المصرية بانشاء المدن الجديدة فتقول ايه لحل مشكلة الكسافة السكانية في الوادي والدلتة وبكذا كنوصلنا معاكم لنهاية الدرس النهاردة ارجوكم استفدتم معانا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لاصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة